بنرجع مرة تانية وفكرة أنه هل ممكن يأتي اليوم اللي نلاحق فيه القادة الإسرائيليين وكل من تورط في هذا الدم الفلسطيني لأنه دائما حينما تذكر هذه الجرائم اللي حضرتك ذكرتها فيما تعلق بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب ويعني قتل المدنيين هي جرائم لا تسقط بالتقاضي وحابين نوضح الجملة دي للمشاهد أنه حيجي يوم يعني زي ما بيقول كده ويتم المحسبة من ارتكب هذه الجرائم ده صحيح حتى المساق المنشئ للمحكمة قال حاجة زيري فقال الفكرة اللي حضرتك قلت عليها القاعدة الأساسية أن هذه الجرائم باعتبارها جرائم انتهكت وضد الأسرة الدولية بكاملها لا يمكن أسمح للتقاضم أن ينهي هذا النوع من الجرائم فأي مهما مرت عليه سنوات سيظل هذه الجرائم وده مهمة عشان توصيقة مهمة عشان الجزئية دي ستظل هذه الجرائم لا تغضع أبدا لقاعدة التقاضم تحت أي بند من البنود حتى سمح للدولة اللي هي تنضم للمحكمة أن هي ترجع لتطلب شكوى ضد الجرائم اللي ارتكبت قدامها أو قدام غيرها من الدول قبل فترة تنضممها فإذن خد بقاعدة مهمة جدا مش موجودة في العلاقاتنا أن المحكمة تلزم بس الدول بعد الانضمام لها لا الدولة اللي انضمت للمحكمة يجوز لها تتقدم بشكوى على وقائع وجرائم سابقة على التحقها وعلى انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية لكن الإشكالية فيما يتعلق بالقادة يعني دايما نقول إيه أن أنا عندي نص صحيح وصريح في المساق ومعمول بيها من المحكمة وبيقول أني ما فيش حصانة ما فيش حصانة يعني الرئيس والمرؤوس يخضع لي المحكمة الجنائية الدولية يعني ما أزلق لو أي قائد مهما علت رتبته عسكري أو حتى غير عسكري كان متهم في هذا النوع من الجرائم أو يعني له يد في مثل هذا النوع من الجرائم يحكم أمام المحكمة فإذن الحصانة الموضوعية ليس لأي حد حصانة أمام المحكمة الجنائية لكن الإشكالية في الحصانة الإجرائية هل يمكن أن أنا أجيبه أمام المحكمة الجنائية الدولية أو أرغمه على الحضور أو حتى أجيبه بأي وسيلة من الوسائق طبعا استحالة أن حضرتك أن يجيب القادة لأسكريين للسرائين أمام المحكمة الجنائية بدغط من مجلس الأمن لأن أنت عارف حضرك الفيتو وأمريكا والددخول في مجلس الأمن المسألة دي شيء بمستحيلة ولذلك أنا لا أعاول عليها أبدا في التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية أو المسؤول أمامه لكن هل ممكن طوعية واختيارا أنه يدخل أمام المحكمة الجنائية الدولية الحقيقة دي مسألة من الصعوبة لأن رئيس المؤسسة هنا أو وزير الدفاع أو رئيس مجلس الوزراء بيبقى جزء من سيادة الدولة فالطلب مسؤوله هنا بيمس الدولة اللي هو كان موجودة فإبان فترة توليء لحكمه ضرب من ضروب المستحيل أو أثناء وجوده في السلطة لكن ممكن بعد أن تنتهي فترة عمل في السلطة طوعية واختيارا لأن أنا عندي برضو معلش إشكالية صغيرة أحب أن أقولها هي أن إسرائيل وأمريكا بزلت جهود كبيرة جدا من سنة 92 للوصول إلى مساق روما الأساسي سنة 98 وجيشت العالم كله أن المحكمة الجنائية الدولية دي حلم للدول الفقيرة والضعيفة والشعوب الموضوع حقها وغيرها وبالفعل بزلت جهود مهولة جدا للوصول بعد التوقيع ووقعت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على مساق روما بعد قبل ما يدخل التصديق حيز النفاس بيوم سحبوا توقيعهم الاثنين مع بعض أمريكا وإسرائيل بعد العالم كله مكان وقع وصدق على بل بالعكس ما كتفوش بكده عملوا اتفاقيات لحماية جنودهم وعساكرهم وقياداتهم لدى الدول اللي هما موجودين فيها لحمايتهم عشان يحموهم من المسؤول أمام المحكمة الجنائية الدولية ففكرة المسؤول أمام المحكمة الجنائية الدولية أنا شخصيا شايف أن هي مش هتوصل لحاجة تشفي غليل الشعوب أو ما إلي ذلك هي مرحلة تقاضي بتتم بعد كده لكن أنا لا أعول عليها كثيرا كوستاذ القانون الدولي ومتابع للأحداث أنا مؤمن تماما بأن أنا أدور لحل هذه القضية على أن تتبع جميع الدول العربية السوابط المصرية اللي بتقول أن نحن نجذر الشعب الفلسطيني في أرضه الشعب الفلسطيني نفسه مقتنع إنما حدث في 48 وعرب الشتات وغيره وغيره وما نالوه من انتهاكاته لن يعيد أبدا سمح للنكبة مرة أخرى ولا نكبة جديد فقطاع غزة أهل غزة نفسهم متمسكين تماما ومتجذرين وإحنا شايفين قد صلابتهم في رد الفلسطيني